أعلن جيش ميانمار حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام وقال إنه اعتقل عددا من كبار زعماء الحكومة ردا على تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي بحسب بيان الجيش وقال الجيش إن السلطة نقلت إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال من أونغ هيليانغ بعد سيطرته على عدة مباني حكومية كان أحدها مبنى بلدية رانغون من جهتها حثت الخارجية الأمريكية جيش ميانمار على إطلاق سراح المعتقلين واحترام إرادة الشعب مبدية قلقها من اعتقال قادة الحكومة ومضيفة أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد مسؤولين في ميانمار إذا لم يطلق سراح المعتقلين فيما نددت الأمم المتحدة بشدة باعتقال زعيمة ميانمار